أول حاجة اللي بيمر به الدلو في المرحلة دي أول حاجة هو دلوقتي حالا بيمر به وضع أساس لمرحلة جديدة أو لحاجة جديدة بيبتديها ممكن يكون الدلو بيبتدي عمل جديد أو بيبتدي مثلا مشروع جديد أو عمل جديد أو هو في نفس مكانه بس فيه قعدة قعدها مع ناس ممكن دول يكونوا شركاءه في الشغل أو زميله أو مديرينه لوضع خطة وأساس لمرحلة اللي جاية كويس؟ إن شاء الله هيبقى ميتينج أو اجتماع مثمر بإذن الله بس المطلوب من الدلو أنه يسمع كويس للتيم بتاعه يسمع كويس لزملائه أو شركاءه في الشغل وما ينفرج وينشر دماغه بحاجة معينة يعني نسمع بعض ده عمل جماعي لو الدلو هو صاحب العمل ده برضو نفس الحكاية يعامل الناس اللي شغالين معاه على إنه هم شركاءه ومش ناس بتشتغل عمله تمام؟ عشان نوصل في النهاية لوضع أساس محترم كده لمرحلة جديدة اللي داخل عليها برج الدلو طيب ايه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدلو؟ يعني هو ده تقريبا ذكرتك يا برج الدلو عارفين حاجة ماشية بسرعة مش بسرعة فيها يعني مرضود كتير هو عايز مرضود كتير وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي عنده كمية طاقة حب وطاقة عطاء كتير ونفسه هو يطلعها احب الناس اللي حواليك اديهم اهتمام ركز معاه و اديهم حب دي طاقة انا شايفاها دي حاجة نفسه يعملها الدلو وعنده طاقة اهتمام وحب ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه ان هو يخرجها ايه كمان اللي ممكن يكون الكاتل ده بيوحي ان البرج الدلو محتاج لشوية إيجابية في حياته محتاج شوية طاقة إيجابية ده ده كرت الندم وده بيوحي بطاقة مش بس طاقة عطاء لا كمان طاقة إيجابية نجم حاجة بنورة طاقة يمكن تكون طاقته دلوقتي علشان كده الكرت ده جاي في الحتة دي ان هو نقصه في طاقة كويسة ان هو مفتقد للحتة دي مفتقد ان الطاقة تكون متجددة جدد من طاقتك يا برك الدلو في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك الرياضة تلعب ياضة تحفز نفسك ايه دي نفسك دايما امل ان اكيد ان شاء الله بك حيكون احسن هتلاقي ضغطك ان شاء الله جددك والدنيا عندك باقي تمام ايه التحديات اللي عند بورج الدلو اهي ده كرت يوحيه بالثقة بالنفس اوي وصف من نفسه الاوي في حتة البادي لانجوش بتاع الكرت اللي هو ايه انا جامد اوي انا اعمل ايا حاجة انا فوت فا ايا حاجة دي التحديات اللي عندك لعله وعسى ده انظار يا بورج الدلو انه زيادة الثقة في النفس ممكن يكون ليه يعني مرضود عكسي يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا دي التحديات اللي قدامك ويمكن يكون معنى الكرت التحديات ان انت مش عارف تبتدي البداية الجديدة دي ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعدلها ومتحمس لها جدا جدا يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي فيه عكسات فيه حاجة وقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي اصبر ان شاء الله كل حاجة هكون كويسة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا بورج الدلو توصل للنقطة دي للأسف المادة الفلوس اللي حيساعدك انك تستثمر من فلوس يعني فلوس حقيقية ان انت توصل للحتة دي ايه كانت المشكلة اللي بيمر بيها الدلو انا شايفة الطاقة المساج اللي جايلي الحل او الوسائل المساعدة اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجة اللي انت عايزها فلوس اما انه بتدفع مثلا في استثمار بتحط فيه فلوس عشان تحلي مشكلة معينة حتى تدفع فيها فلوس ده الحل دراهم ده اللي حيساعدك تطرق او ان كده انت توصل للحتة اللي انت عايز توصلها اوكي ايه النتائج المتوقعة اللي تحصل بالنسبة للشهر ده حيوصل لأيه ببداية جديدة جاية خلاص اهي ايس الايس زي ما تعودنا في اللايبات القبية جدا دايما بيحي ببداية جديدة وانتصار لو عندك مشاكل اعقسات دلوقت يا برج اللي تلوك توقع ان شاء الله انتصار جواك زي ما قلنا طاقة عطاء كبيرة جدا جدا او انت واخد بالك ان انت محتاج تركز ان انت بجد تطقطك وتطقطك تكون احسن عارف انت لازم تعمل ايه ومقبل انك انت تبتدي بجدية جديدة هتوصل ان شاء الله بس الحاجة اللي انا شايفها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس تانية ان هي تحللك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها لا اعتمد على نفسك ده معتمد على نفسه طيب تعال نشوف بالنسبة لصحة الدلو نتمن على صحة ايه القراءة حلوة الحمد للان فيش اي ما شايفها ماشية بشكل شهر مهم عن برج الدلو وان شاء الله هيعمل حاجة كويسة وحيوصل للنتيجة او البداية اللي هو عايز يبتدي هدف اوكي صحيا ما شاء الله كويس لعب حلو جدا بس بيميل للهروس يعني ما بيتحركش كتير عايز تجد تقطب اتحرك اوكي اتحرك القراءة دي مش كويسة بس الصحة الحمد لله شايفها كويسة جدا بس ما انتغ خبره دي الحالة المادية انا شايفه ان الدلو راضي يقول الحمد لله يعني ده صراحة الكارت ده انا يعني بحبه اكتر من الكارتن حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحالة المادية او او اي حاجة حالة الرضا دي انه واقعت بيقول الحمد لله اشكرك يا رب انا عندي كل محتاجه الحمد لله الحمد لله الحالة المادية كان من عند برج الدلو لك جود تعالوا بعمل شوف الدلو عاطفيا اخباره ايه وليك جاي ان شاء الله هنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس هماشي للتلتيب برج برج القراءة العاطفية برج الدلو تمام مش بقولكو لا الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بتمن بس مش عالفة ليه ما بيوريهاش يعني هو جوا حب وجوا طبة اهتمام حلو جدا بس ما بيوريهاش طيب الدلو حالته عامله ازاي هو ده فول اه بالنسبة للعلام هيعني القراءة العاطفية هو عامل احدا عامل مش واخد باله اه او خلينا نقول حاسس انه هو في العلاقة حاسس انه هو حر مش حاسس له قيود ودي حاجات مهمة جدا عند برج الدلو انا شايف انه هو حاسس بمغامرة حاسس انه هو مبسوط هو معنى من الاثنين اما انه هو عامل نفسه مش واخد باله او انه هو مبسوط ومتحمس وحاسس انه هو بيعمل مغامرة حلوة جدا مع شريك تمام اه بالنسبة للشريك الدلو حالته عامله ازاي لانا شايف ان الشريك كمان حاسس انه هو مبسوط حاسس بوافرة اه يعني حاسس انه فيه امبوت كتيرة جدا بيحسها من ناحية الدلو اه حاسس انه هو يعني مدلعه ايا كان بقى شكله بهداية باهتمام بحب شريك الدلو انا شايفه بحتة حلوة يعني مبسوط وحاسس بحالته ووفرة الدنيا تماما الدلو عايز يعمل ايه او نفسه في ايه انا شايف انه هو حابب بيقدم حاجة لشريك واما هديا بيقدم له عرض لو العلاقة دي لسه مدخلتش فيه ارتباط رسمي عايز يقدم عرض ارتباط عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي يمكن الدلو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي فهو نفسه يوضحها بشكل احسن وبشكل مادي اكتر طيب الشريك الدلو نفسه في ايه مش عارفة يعني الحتة دي شكلها غريب قوي يمكن شريك الدلو عايز يعمل عملية ققف هنا حاجة تقف يمكن مقصود قوي من الحالة اللي هو فيها دي يعني يعني هو وقفني هنا انا مش عايز يعني عايز افضل في الحتة دي كتير دي حالة حاجة وقفة ما بتتحركش زي بتقول عايز الزمن يقف في الحتة دي نفضل كده بالشكل ده فدل نفسه في شريك الدلو اوكي الدلو شايف شريكه ازاي هو شايفه الدلو بمعنى في تغيير كبير طرق على الشريك اوكي يمكن دي حاجة متخصش العلاقة العلاقة نفسها على قد متخص الشريك نفسه يمكن الشريك دي مر بتغيير جامد في حياته او بيواجه شيء صعب شوية يمكن يكون شوية قلقان خايف من حاجة يمكن حالة لو دي علاقة جديدة الشريك حياته تتغير شوية بسبب العلاقة دي ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة تخشت مرحلة تانية فهو قلقان شوية فدل وشايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامدة جدا وخايف شوية تمام الشريك الدالو شايفه ازاي عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش والدالو فعلا عطاءه كتير جدا جدا شايفه انه هو يعني بقى عنده حكمة شوية بقى بقى بيشغل عقله شوية بقى في شوية في رزانة في الموضوع او يمكن هو اصلا كده فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا وكمان شايفه انه هو شخصية حكيمة ويتموا بيراعي الناس اللي حواليه تمام ايه الطاقة اللي ما بين الدالو وشريكه الترنت في حاجه اما الدالو بقى او شريك وحد منهم عايز يقولها بالتانى وعمل ايه يختار كلام كويس جدا بحيس انه هو يقول اكتر كلام دولوماسي ممكن تمام يمكن الحاجة اللي بيمر بيها دلو او شريك دلو عارب يحسسوا على بعض بس اللي انا شايفه انه الاثنين بيثقوا في بعض جدا في عملية ثقة جملة جدا وفي عملية انه زي ما قلنا ثقة وانه الاثنين شخصيات قوية جدا وشخصيات قيادية جدا لكن مع بعض بيتحولوا لي حاجة يعني فاري داركت فاري داركت فالطاقة حلوة جدا طاقة سرينت زي ما قلنا حاجة من اثنين اما الثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض يعني فهمين قصدي ايه انه انا بصب في شريكي جدا وعرف انه هو هيديه نصيحة مصبوطة او انه في حاجة الشريك واحد منهم عايز يقولها للتاني بس بيختار كلامه كويس اوي اوي او بيختار الوقت اللي يقوله دي كويس اوي اوي طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده الشهر ده انا شايفة انه في عملية انتقال لوقت هادي جدا في حالة استقرار زي ما احنا شايفين لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تقلبات او حاجات منفجأة بتحصل الموضوع راح يحطي فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا او خلينا نقول بنعدي البر امان كان الفترة اللي فاتت فيها شوية مخاطرة والفترة اللي جاية هتكون مفيهاش مخاطرة فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي؟ او خلينا نقول انه دي بقى دي فوقعات فعلا ودي الطريقة بتاعت الماء فمش هزاكوا تركزوا اوي بالنسبة للشهر اللي جاي دي طاقة تانية ممكن جدا تتغير كويس؟ فيه هنا خسارة بتحصل اما خسارة مادية او خسارة حد انه الدال واوش ديكو بيفتقد حد ومش لازم الفوق دال ده انه هو يكون لقدر الله موت لا ما قلتش كده ممكن تكون فيه حد بيمش بيسافر مثلا او بيحصل خلاف ما بينه وبينه حد وبيحصل فراء بس الفراء ده بيزعل اما الدنو او شريكو ففيه حالة خسارة او هم شوية في شهر الستة طيب شهر السبعة القعدة دي اما انه الناس اللي لسه مرتبطوش دي قعدة فيها دعار وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل التبوات رسمي وبالنسبة ليه الناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي بيقعد الدلو وشريكو وافراد من الاسرة في باون كويس جدا 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 بالدنيا الحمد لله ماشية تماما او طيب القراءة حلوة جدا للدلو والدلو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب جبيرة جدا خرجها يا مورد الدلو حد افرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايه شريكك حاسس انه هو يعني محظوظ انه هو يكون الحمساليك محتاج تعمل عملية تنظيف يا مورد الدلو وشوفتم قدتلكم عوضوعة جديدة الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا مش بس الطاقة كشكل بشكل راحاني يعني او لا ممكن يكون تنظيف فايزيكلي يعني بشكل مجرد مجرد بسمه ايه يعني في واقعي انه تنظف حوليك الكراكيب اللي ما لهاش لازمة ترنيها ده هينظفلك الطاقة كويس جدا وكمان ما تسبش نظف كويس. نظف بزمة. تمام? يعني ما تسبش حاجة لازم ترجع تعملها تاني. نظف. تمام? اه لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش هعملها دلوقتي بالشكل ده اي حاجة وبأزبطها تاني بعدين. لا. نظف. عمليه التنظيف. تمام? التنظيف زي ما قلنا. اما تنظيف عملي بيتك مكتبك عربية حاجات دي كلها الموضوع ده هيجدد من طاقتك جدا جدا. تنظيف داخلي لروحك انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تزبط كده الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة انا انا شخص كويس وهتجي لحاجات كويسة وهوصل اللي انا عايزه كل الحاجات دي هجيب لك في اخر ان شاء الله حاجات كويسة جدا. صلى طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقة ودي ما فيهاش كلام. ما فيهاش بصاد. هتلاقي وش تنور يعني مش اكتر من كده. وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي التنظيف انك تبني مزبوط. ما تبنيش حاجة وارجع زبطها تاني بعدين. لا ابتدي على مضافة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة